السلام عليكم و اهلا و مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اخوتي قبل ما نبدأ الفيديو بغيت نوصيكم باش ما تنساوني شمال لايك الفيديو و كومنتر زوين لايكوا لي الفيديو لانا بزاف منكم تقولي صالحة را ما بقاش وصلنا لنوتيفكاسيون ديالك راح باش يوصلك النوتيفكاسيون ديال الفيديو ديالي خاصك تكوني ديرا لايك الفيديو اللي قبل يعني كترو 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 من اللايك وصلوه لي الاكبر عدد ديال لايكات موية ما غنقوش ليكم شحال و لكن ليجا منكم 8 عسل و مرحبا بيكم باش غنبارتاجي معاكم واحد الفيديو اللي غدي يعجبكم بزاف بزاف و نتمنى ان شاء الله اللي اللي يحش منه و ندوز ان شاء الله الفيديو و مرحبا بيكم اهلا و سهلا السلام عليكم اتمنى ان شاء الله تكونوا بيخير و على خير و بصحة جيدة كنت وحشكم بزاف و و اللي تكن اخبر عليكم بزاف و كحلة معاكم السويح على الاخر و لكن والله البنات ما الخاطري راكم عافين للي كينا راني و اللي تكن نوض بزز 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 بحلا بحلا كلي قجلوني و انا موين و اللي تكن نوض كنحبوه باش نصور ف... اهذك شي الاش انا كنا عنه قلت لك و كان جاضع و ان يعجب ااءل الفيديو الذي قبل منها الان غير ن والصباح أعرف أنه سبابي في هذا الفيديو الذي سوف نصور دابا و سوف نصور معكم فهي سبابي دابا لنبدأ نصور لأنا أصباح كانت داوية معي أرى رأسك رمكين والوالو سوف نعمروا رأسنا بالطاقة السلبية والحاجة التي هي السلبية سوف نقوم بشكل متشار جاو بكل ما هو سلبي وأعضاً سوف نتحول لك و تحسي برأسك بأنك مريضة وأنك هادي وأنك هادي إذا لم يكن هناك شيئا و تحسي برأسك ماذا في ذلك و لكن دابا لا تعمروا رأسك خصوصاً أنك يعني عندك قناة وعندك متابعين يتسلنوا فيك و ما حال الناس الذين يكونوا قنطانين و يتوحشون و يتفرجون فيكم فأنا طولت لكم في المقدمة و لكن لا أريد أن أتفارتجي معكم أنا نيضة بكل ما هو حيوية و أرى الكلمات من شيئ واحد إما تحطموك أو التي يطلع لك المورال و أنا الحمد لله في هذا الفيديو مورالي طالع والحنينة عاجباني غمقع لكم الحنة 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 سوف تحطموك أمامها و أخيصاً أمرًا و شكراً لكما تجد بطالة عجباني و سوف أتحييّد هذا الحنة و أقوم بمشيّ على الحنة و و لكن لنأخذها هنا فأخيصين سوف أتحل معكم و أطلعكم أضرها فيها كما نعرفون أنها جميلة و أخذت هذا و لم أكن أخذت فأنا لم أجرد البديل وهذا الفيديو كويسا و لا أكون مربما أفضل أمسك المصcare هل سمع الأمسك أمسك 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 جرد ويأتي لتلك أمسك من حيلان ولكننا سأسكي لست قديم بساعة ومن بعد أن أصعد أمسك كما تس이다 وانوحة الأمسك أمسك الكوك واللطني بشوكولة شوب المصك اخذت الماء ضروري كل هر حسنية قرعة ونشربها باش نكون شيطان عودة رسي شي شوية لحسن تغيير لانا اخذت العبدالله والبيض مبقاش اخذت هنا عشرة البيضات وستعافي قد نخوضها بحط طابلة هذي وقعد نخوض طابلة وقعد نجيب المقادر وانا بغيت نفرطج معكم هاد الحلوة بحلوكة يعني انا موحشة نفرطج معكم هاد الحلوة بحلوكة وهذا راكم عارفينه اسطناعي نسمى الناس اللي غادي يقولي يالله يطالي حكسي هذا الاصطناع عمشي بالطح صافي اخوتي نجيب قصريون قد المسائل وارجع معكم المهم البنات احنا غادي نبدو ان شاء الله بالمقادر واللي غادي نقول لكم المقادر اللي يدر توف نفس صندوق الوصف غا تلقاوا المقادر اللي غا يدروا لكم يعني ربع الكمية يعني دي البيضة هنا عندي ربعات البيضات ربعات دي العنبة دي الزيت وربعات الكيسان دي العنبة دي السكر وغادي ندير ربعات دي الفانيات او الاربعات دي الساشي دي الفاني وغادي نحتاج لهادك الحليب دي البيوريسيما الكاس دي البيوريسيما دي العنبة او لما يصف هديك الكمية اللي غا تكون عندي يسمى في هديك القرعي اللي راحته هاد بيوريسيما البنات را كي يعطي واحد الماضاق الرائع لبهلة وكي يهششها بواحد طريقة ما تخيل العفوان مشي البهلة الاخراء ياربي ريش بونت كتجيها شيشة وفنة فنة فنة هالطريقة اللي درت انا انا بغيتكم تديروها كاملين وتبعوها بالمراحل باش يتخرج لكم نفس النتيجة او لا احسن قا كل شي كتديريه في الباتر يعني ما كت كل شي كتديريه في الباتر ومن بعد كتتحني كل شي هنا بصعوبة باش لقيت كيفاش ندير ليه وهنا وكتزيدي نصف الكيميه ديال بيريسيما راكين القرعه او الحك الكبير وكي الحك الصغير من الاحسن خدون شو ما داك الحك الصغير انا حيت ما لقيتوش خديت الحك الكبير وحاولت انا ندير نصف الكيميه صف اخوتي هنا وكان طحن مزيان 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 تقريبا نقول لكم المدة ديال شي جوج دقيق وانتي كتطحني كي بدي بيال لك الخليط بحلة تقال وكي بدي بيال لك الخليط هنا را من اللي درت شوفوا البنات انا راك ندير قدامكم كل شي اول حاجه تديروها هي الزيت عاد باش تديرو عفوا اول حاجه تديروها هي البيض عادة تحطوه الزيت عادة تزيدو عليه سكر سانيده انا بديت بالسانيده هي اللوله فوحلت لي في القاع ديال الكاس ديال الطحانه وحتى اخرج لي بحل الدخان من الماكينه فاردو البلد القديم مزيان مزيان صاف اخوتي هنا كيفما كتشوفو هنا را حاولت باش نزيد شوية باش يالله هنا ندير ديال النص ديال الكميه وطحنت مزيان مزيان من بعد هنا خديت واحد القصريه اللي غادي نخوي فيها ونعاون بوحد سباتيول ولا شي عود خشابي بحل هدا اللي عندي ونكرت مزيان الكاس ديال هذا صاف اخوتي هنايا بالنسبة لدقيق تقريبا عندي واحد الكيلو ومئتين جرام ديال الدقيق يعني عقله كيلو مئتين جرام ديال الدقيق فقديرو الخمارات كاملين انا هنا حتم نضاعف الكميه عقله مزيان راهم اللي غا تشوي صندوق الهو الوصف غا تلقوا فيه الكميه اللي غا تناسبكم من تومه كان بدك نخلط هكا كان نضيف شوية ديال الدقيق وكان نخلط نضيف شوية دقيق وكان نخلط ما كان جيش ونخوي ذاك الكيلو مئتين جرام كله لا لاخويتو هرا يقدر يكون دقيق اللي تيشرب يقدر يكون البيض اه يعني ما كان فيش البيض كبير او للبيض صغير فردو البل هاد القادية حتى من الزيت ما تيكونش الزيت بحل الزيت را كين الزيت اللي تيكون تقيل وكان الزيت اللي تيكون خفيف فانا هاد الشي كان بغين نقولو لكم باش تردوا بالكم وصافي ماشي على شي حاجه يعني تردوا بالكم وانا راك نخلط قدامكم باش حتنتوا ما تجبدو هاد الفيديو وتخلطو شنو غين نقول لكم وتخلط صافي اخوتي هنا من اللي كان سالي الكميه كلها وكان خويها من بعد ان شاء الله عاد باش غادي نقسم الكميه كيف ما غادي تشوفو في الفيديو الجاي موسيقى 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 بدowiąمكن سوف نأخذ الكاكاو تقريبا انا اخذت 1 ربعه المعالق الكاكاو ماشي عامرين يعني ربعه المعالق الكاكاو يكونوا معامرين ش بزيه فانتو ما شوفو انا كان عمر قدامكم شفتو كان بقى هكا نزيد بشوية بشوية حتى كي تولي لي العجينة كحلاق يعني ماشي تكون قهوية ولا هذا خاصة تكون كحلا باش كتجيني ريش بوند يعني كتبان هكا كحلاق بالنسبة الكاكاو ما ننصحكم ش تاخدوا هاداك ديال الساشي لانه ما غي يكفاكم ش خودوا هاداك ديال العبار او للي عندها نصف نفس الماركة ديال الكاكاو اللي عندي استخدمها تاخد منها ربعه المعالق انا باش زع ما نكون معاكم واضحة وصريحة تقريبا حتاجت لي شي ربعه المعالق ونصف ديال الكاكاو حيث انا ما عمرش المعالق مزيان فجعتني العجينة علاها تشكل هادا كيف ما كتشوفو خوتي غنقربها لكم باش تشوفو را ما كدجيش قاس حاو ما خساش تجي رطبة بززاف كيما اكتليكم داك النصف دخلت لي تقريبا ربعه المعالق ونصف ديال كاكاو اللي معا مرينج نصف لاخر دابة غادي نضيف ليه القشور ديال الليمون او اللي يمكن لكم تضيفوا ليه القشور ديال الحامض او اللي يمكن لكم تضيفوا ليه نكهة ديال الليمون ولا ديال الحامض ولكن انا الى سولتوني غا نقول لكم مل احسن اما القشور ديال الليمون او للقشور ديال الحامض ومل احسن قاع القشور ديال الليمون لانه كيعطيه واحد الماضاقة هاي اللي ريش بوند كتجي فنه 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 نخلط الاول حاجه ديال فنه فنه فها الطعام علاج او اللي من نزيد الدقيق تقريبا غادي نضيف تقريبا واحد من половعة حتى لخمسة di المعالق ديال الدقيق من ربعة حتى الخمسة di المعالق deiال الدقيق وغا نخلط مزيان مزيان باش كاتو اللي عندي عجينه اللي هي بحالا ديال عجينه للي عندي العجينة ديال شوكولة فبالنسبة للبنات اللي غايقولوا لي يعني تقدر الحلوة ما تجيش تزوينا دلكتيها للبنات ديرو هادشي اللي درت انايا وتشوفوا تفرجوا في النتيجة وتشوفوا لي كيفاش كتجي كتجي بالهشاشة كتجي فنة ورائعة وما تشبعوش منها نهائيا هنا خوتي كناخد واحد طاوة اللي غادي نشعل فران انا ما كنديرش بزاف ديك ريش بوند اللي تتكون ملاقية كنسميوها والتقينا كتقول لما ما والتقينا انا كتعجبني ريش بوند هي فعلا هادك ريش بوند اللي ولا دي الملاقية هادك هي الحقيقية وهادك هي ديالنا والقديمة واللي كبرنا بها ولكن انا شخصيا كتعجبني عدي كلي وحدة وحدة كي يجيو زوينات والمنظر ديالهم كي يجيو زوينات والمنظر ديالهم كي يجيو زوين هنا تقريبا ممكن لكم تديرو مثلا يعني تقريبا تديرو واحد الـ 12 جرام في كل حبة او اللي يديكم عينكم ميزانكم بحال كيف مادرت انا طبيعة الحال كتخليوا الاسباس ما بين كل حبة وحبة باش كتريش بوند يعني من اللي كتطيب كت يبقى لها المكان ديالا فاش فين كت فين كت فين كت طيب كتتسرح لان هي راح بحالك تفيد شي شوية ولكن وخاك تفيد راح كتبقى شادة في راسها هادي واحد القادية اللي خاسكم تعرفوها هنا تقريبا محلة قدوني جوج لاطات كل لاطة درت فيها حاجة بالنسبة هاد الريش بوند اللي اه بالشوكولا عرفتو كتجي بنينا بنينا بزاف 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 كتجي خاطيرة متشبعوش منها وفي هاد الوقيتها البناء ترى الفران راح كي سخن وخاصو يكون سخون بزاف 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 باش يالله من اللي كان بخلطة ديالي وكان نقص العافية اه يعني كت طيب الحلوة ضغية يعني ما كتبقاش مع تلخسكم ضروري تسخنوا الفران مزيان ونقصوه العافية عليهم بزاف 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 سافي هنا خوتي مبعد مما اه كمل ثلاثة ديالي غادي هنا خد هنا كيف ما كتشوفو الحلوة اللولا ها هي راها طابت شوفو قداش كتجي راكت جيزوينة انا هبطتها باش حيط هي طابت من التحت وتحمرات هبطتها باش تحمر حتى من التحت من وجهها وعادة باش غادي نرمي هاد الريش بون ديال الشوكولة سافي وغادي نخليهم وغادي ندوزي ان شاء الله باش غادي نصوب الكوك هنا غادي ناخد واحد الكمية ديال الكوك تقريبا تقريبا عندي واحد زلافة ونص ديال الكوك هنا الكوك البنات اول مرة غادي نقول لكم ما تاخدوش الكوك مية دم لان الكوك مية دم ديال حلوة تسميدو الكوك خدو الكوك العادي اللي ناشفو اللي تصوبو بها ريش بوند لحقاش ما غاديش نحتاجو نعجنوه هنا غادي نحتاجو غير نزوقو بي انا يع كان عندي هذا وصراحة ندمت اللي درتو لحقاش ما بغايتش نخسره حيت قليل فاش كالقاو الكوك مية دم لبنات فهذا عندي مية دم ويلا لاحطو راهي يدم لي حتى المقلة فهذا كتجي فيه حلوة تسميدو الكوك رائعة ما تشبعوش منها من بعد خديت واحد طاوة كان عندي واحد شوية ديال كونفيتور في واحد القرعة هذيك اللي شفتو ديال المناظرة كم عارفينها وخويت واحد الجوج قرعات ديال المربة اللي وريتكم وغادي نزيد عليهم واحد الكاس ديال الليمون عفون ماشي كاس يعني كان عندي كاس خليت فيه بحلوة ربع صافي وكان كان خلط مزيان على عافية مهيلة باش كي يسخن ليه مزيان وكي ذاك الليمون كي يدخل مع هذاك الكمفيتور را كي يوليو حد المادة قزوين وبنين هذيك 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 هذي حلوة ريشبونت كي يجي رائع هنا مبعد ما طابوا لي الحلوات شوفوا كيفاش كي يجيو انا كتعجبني الحلوة تجي محمرة ما كان بغيش لف الصابلي لف الحلوة هذي كتعجبني الحلوة تجي محمرة ما كتعجبنيش نهائيا اللي كتبقى بيضة ما كنت شاهيش ناكلها بيني وبينكم دبها هذيك 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 في الحلوة نيشان من هذيك الإناء اللي فيه الكمفيتور وتغطيها نيشان في الكوك ما كتعجبنيش كتجي الكمفيتور كي يغلل كي يغلل على الحلوة كي يبقى فيها و من اللي تحطيه فوق الكوك كي يبقى كوي راس ديل الكوك فمن اللي احسنة لبنات هنا نخليها تقريب المدة ديل وحد ربعا دقيق فهذا الكمفيتور كي يشرب ليه مزيان حي تخاص الحلوة تكون باردة والكمفيتور يكون سخون من بعد كنهز بوحة صفاية ونحط في الكسكاس نهز بوحة صفاية ونحط في الكسكاس ذاك الشي اللي كي يتكسكس ليه بحالك ندير في الكسكسو ذاك الشي اللي كي يتصفى ليه هو اللي كنشدو نديرو في الكوك ديك الساعة دائما هاد القضية هادي ديروها في بالكم ما تلقوش تهزو من الكمفيتور نيشان وتحطوه في الكوك عرفتو اللي بنت هاد ريش بوند الى درتوها عرفتو والله هي القاسم اللي غا تبقى هي المعتمدة عندكم هنا تل 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 ابد زع ما فننا فننا بزاف 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 سافي هنا غادي ندير الكمية التانية بين مشربات ليه غادي نكون غا تكون الخرط قطرات ليه وغادي ندوز باش نمر مدها في الكوك اللي حمرته ونرجع الهادي اللي كنغتص فيها داب ونلقها واجده شفتوا الطريقة كيف اجددها حتى لاحظتو را غا نكون كان نخدم بايد كان نهزبها ريش بوند وايد هي اللي كان نمرمد فيها في الكوك وكان نحط في واحد البلاطو بحال هكا اللي بغيتها نقدم لكم بيراني جمعتها را كيجي المنظر هائل وما كانش هاد اللي يدوق عندكم هاد ريش بوند وما كانش هاد اللي يدوق عندكم هاد ريش بوند وما يسوولكش نارها يعني متحتاجوش انكم تسناوهات الغدلي شفوا كيفاش غا تصبح فيهنا غدي نكمل البلاطو ديالي على هاد الشكل هادا شوفوا البنات البلاتو كيفاش كيبان كيبان كيشهي كيبان زوين هل هكا الحلوة دي العيد أنا صراحة بغيت كيف ما قلت لكم بغيت ندير شوية الحلوة باش يعني باش تبقى من بقاش نشري الحلوة بزاف من على برالي أنا مؤخرا مع ما بقاش كنسالي وليس كا عطي عالي شريان دي الحلوة فتشهيت اناني نصيب حلوة هاكا في الدار الى شرط لكم الكوك هذا حيث انا غنخدم دبيب الكوك العادي البيض هادك الكوك خزنو فوحة صوبيرا وخليوهتال النهار اللي تكونوا بغي نديرو فيه المسمن بالكوك وهذا بالكوك والكاوكا وركيجي رائع هنا كيفما كتشوفو كان مرمد هاديك الحلوة الكوك اللي كتشوفو درت هاديك دير الشوكولات درتليها حتى هي الكوك البيض و الخراتة هي درتلي كوك البيض يعني ماش ننوع اما بالنسبة الحلوة الجاية او هاد الحلوة اللي غتشوفو دابا دير ريش بوند اللي دير الشوكولات فانا كناخد ديك شوكولات فيرميسل كانت عندي واحد شوكولات فيرميسل في واحد الحوك بزيت شي علاشي وخلطت مزيان مزيان كيفما كتشوفو وخمش مش بحل بحل في اللون ولكن قد اولي الغارات كان غطس وكان صفي الحلوة وكانجين مرمدها هنايا في فيرميسل شوكولات شورا كتجي رائعة وهادي كتجي بنينة بزاف قاع وكتجي عليها تشكل هادا اللي غادي تشوفو دابا شوكوتي را كتجي في فنة جربوها جربوها واردو عليها الخبار انا متأكدة والله هتا غادي تشكروني عليها دوليا سيلا صريحة الله يسقم لك السعد على هاد ريش بوند هادي وسمحوا لي لابنت لا سمعتوا شي ضاجي جولي شي هدرا لكم عارفين انا خاسني بغيت ندخل الصوت للشي فيديو خاسني سنعلمهم من اللي ما كان علمهم مش رك يبقوا عادوين ثم دباركم عائلتنا وعارفين هاد شي وعارفين كل شي يعني ما ما غاديش نطر بقى نشرح لكم بزاف وهادو هما البلطوات ديالي سيداتي ساداتي كيجيو على هاد شكل هادا كيجيو رائعين 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 جربو وحكمو تتجربو عدا حكمو وانا غنحط لكم المقادير اللي هما اقل يعني حلا غنديلكم بيضا كاس تسكر كاس تسانيدا صاشية الفاني اه فهمتو كيفاش كاس ديال الزيت وانتو ما جربو وعاد باش حكمو متحكموش من دابا دابا غادي نجي باش نوريكم كيفاش راها تجي أنا بغيت هنا راكت كان نوريكم اه ماش نعست را منعست قريب انتو شي يش غنقول لكم اه شي تلاتة ولا والله يمارت تانتو ماشوفو الجوج جوج والتولو دياليي عاد باش نعست قلت والله يمن تسا والله يمنعست نكملها حيث بغيت نحط لكم شي حاجة بحال هاكا وانا عارف فرصي غبرت عليكم بزاف بزاف ودير معاكم مفار طلافوت وبزاف خليتكم بلا وصفات وخليتكم تمول نفت ووصفات يكتعتامدوا عليهم وكيسلكوكم ومؤتصاديين وما كيخسروا ش ليكم بصامكم مكتخسروا ش ليكم مقادركم فانا كانعتذر بزاف بزاف وان شاء الله غديننا نرجع منعكم لهاد الشي غيكون وسط الفيديو ودائما ان شاء الله شي وصفات انتم اشوفوا اخوتي كيفما كتشوفوا كيفما كتجي را كتجي معلكة هنا البنات اللي غايقولوا لي يا شي حاجة على السباغة ولا هذا را كان عدنا عرف را كان عدنا عرف ضروري ما تطيبيد فراتكم ما تقعد ديوما هذا وإلى آخر راكم عارفون وبالنسبة لهذه الحليوة الحليحة هي عرفتوا جربوا البنات هذه انا والله لا بغيتكم تجربوهم بغيتكم بغيتكم تجربوهم وربي كبير وهنا اخوتي غادي نقول لكم شكرا على المتابعة شكرا على لايك لايك ديالكم للفيديو اللي يخطيكم اللي يحفظكم ويكبر بكم ونتلقى معكم شاء الله في الفيديو الجاي